وإقصت حدثة فتاة الفندق المنتشر على السوشيال ميديا وقلب الدنيا يلا نحكي لكم الحكاية وصدق أولا صدق مع الصحفي أحمد الجديد في فندق شهير عن نيل فتاة عمره 31 سنة خريجة سياحة وفنادق دخلت الفندق وهي مش نزيلة فيه وطلعت على المطعم المفتوح اللي في الدور الثلاثة وعشرين ومش عشان تاكل لأ عشان ترتكب في حق نفسها جريمة كبيرة الفتاة ما كانت شراحها الفندق لي كانت رايحة تنهي حياتها فقعدت على طرف الفندق من الدور الثلاثة وعشرين وبالفعل أنهت حياتها بعد ما حاولت تمسك حبل وتطلع من خلال العمال بتوع الفندق اللي حاولوا يساعدوها والدها قال في التحقات الأولية أن بنته مصابة بالطراب نفسي كانت متجوزة وانفصلت فتعبت نفسيا جدا وتعالجت في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وتم تشخصها بأمراض الشيزوفرينية ومن الحاجات الغريبة اللي تم تدولها على الفتاة دي إنها رضدت قبل ما تسيب الحبل وتقع كلمة for the love of دولة مش بنحبها كلنا وطبعا والدها فسر ده وقال إنها مش من جنسية أخرى ولا حاجة وإن كل حكاية إنها مريضة بالطراب نفسي فبتعمل حاجات غريبة وبتقول حاجات غريبة وفي النهاية قزت نفسها بنفسها وأنا اتحقتها ربنا رب يرحمها ويصبر أهلها